وقيموا معادن النادي الاهلي اللي بينتقد النادي الاهلي والله يعني سمعت زميل بيقول الروس تساوت يا سيد الروس عمرها ما تتساوى لان رقم واحد هيفضل طعم برقم واحد ورقم اتنين هو راضي برقم اتنين وفي افريقيا يعني انت بالنسبة لنا في افريقيا او احنا بالنسبة للناس في افريقيا احنا ناس بنبص على الهدف الاجبر الهدف بتاعنا الاجبر عشان كده سمعتنا سبقانة في افريقيا مكانتنا محفوظة في أفريقيا بقول كل الكلام ده ليه؟ بقول كل الكلام ده عشان إحنا السوابت اللي عندك لا يمكن تتغير السوابت بتاعتك بقولها لكل الناس اللي موجودة في النادي وبقولها لكل الناس اللي بتشجع النادي خلي دايماً الثقة موجودة ثقة الجمهور في القيادة اللي عندك ثقة القيادة في الجهاز ثقة الجهاز في اللعيبة ثقة اللعيبة في نفسهم ثقة اللعيبة في نفسهم أنت من أحسن اللعيبة اللي موجودة في مصر أنت من أحسن اللعيبة اللي موجودة حاليا مفيش داعي لأي قلق مفيش داعي لأي توطر المشوار بعيد والمشوار طويل لازم الثقة دي تكون موجودة لازم الثقة دي تكون سبتة عندك على طول ما تهزكش أبدا كل ده مهم جدا أن أنت تكون حط في حساباتك الدوري وأفريقيا مشوار بعيد جدا بيحصل فيه كتير جدا من المتغيرات وكتير جدا من الأحداث أنت هتتعامل مع ده إزاي وبقول للناس كلها وبقول لكل الناس ما عندناش أي أزمة وأي غضاضة وأي مشكلة مع المنتقدين بتوعنا أو الناس اللي بتنتقد النادي أو بتنتقد طريقة لعب النادي أو بتقول الأهلي في مطش الإسماعيل أو الأهلي مش هيعمل يعني كل ده حقك كل ده حقك لكن بقولهم إحنا كمان بنشتغل على نفسنا وده الصح على فكرة يعني دايما اشتغل على نفسك أكبر حاجة ممكن تساعدك الملعب تمانين في المية أنا بقول رأيي الشخصي بقول رأيي الشخصي تمانين في المية من أي مشكلة ممكن تقابلك إجابتها وحلولها في الملعب رغم إن هي ممكن ما تبقاش لها أساس بالفرقة وما لهاش لها أساس بالأمور الفنية وما لهاش لها أساس حتى بالبطولات ولا حاجة لكن هالملعب بيحلها كل لعبة النادي الأهلي عندها مسئولية مسئولية كبيرة الملعب بيحل حاجات كتير ركز في الملعب، خل عندك ثقة، خل عندك شخصية ركز في الملعب بس، اشتغل على نفسك بس كمان لكل الناس انا مش بدي نصايح هنا والكتاب الـ أو هقل في كتاب لكن انا باتكلم على السوابت اللي بدأت بيها باتكلم على الأصول اللي بدأت بيها مفيش حد يبقى عنده تطلعات لا تطلعات فنية ولا تطلعات إدارية ولا تطلعات شخصية ولا تطلعات حسابية ولا تطلعـ ابداً خلي اسم النادي هو الأول خلي اسم النادي هو اللي فوق خلي اسم النادي هو اللي عالي خلي اسم النادي دايما في كل مكان النجاح هيجي هيجي النجاح هيجي هيجي ما تقلقش وما تفكرش كتير انت عندك اكبر عوامل للنجاح اكبر قصص للنجاح عندك عندك قعدة جماهرية عريضة جدا مش موجودة في الوطن العرب ولا في افريقيا ولا في اي حتة عندك قعدة شعبية حيارة العالم كله عندك موارد عندك أمور مالية عندك استقرار إداري عندك جهاز فني محترم عندك لعيبة كويسة عندك كل حاجة كل عوامل النجاح عندك كل عوامل النجاح عندك ولما بقول الأصول هفضل ألف وادور عليها العصور ماشي ما فيش مشكلة مش هنلبس طربيش في 2019 مش هيحصل خلاص العصور بتتغير والفكري بيتغير وممكن تدير بأمر في سنة 50 ما تعرفش تدير بنفس الأمر سنة 2019 ده وضع طبيعي لازم تجاري الأحداث لكن السوابت هي هي إحنا العزيزة عارفين الموضوع ده عندنا كده قرامة بنفسنا أو عزة بنفسنا وده ما يضيقش حد وما يزعلش حد